لما بدأت تدخل دخلت خلاص مجال التحكيم ما فيش حاجة أعاقيتك من التحكيم في الأول خالص أو حاجة أنت خفت أو حاجة زهائتك أو أنت قلت يعني مش قدر أكمل في المواضيع دي خالص في مجال التحكيم قل لي الصوت فضر روسك كنت أنا أول رحت خلاص أنا امتحانت رايح أقدم فيه كانوا بيتعامل حاجة تانية جميلة وأنا خدتها وعملتها وأنا بقى مسؤول أن احنا بنعمل حاجة زي كشف الهيئة بتاع الكليات العسكرية ده في التحكيم فأنا مين اللي بيعمل كشف الهيئة ده الكابتن حسين فاهمي وكان قاعد جنبه كابتن عزة العشماة والله يرحمه الله يرحمه كان رئيس منطقة القاهرة وأنا داخل بقى بيسألوني فبيسألني كابتن حسين بقول لي أنت دخل التحكيم ليه قلت له عشان روح كاس العالم قال لي مرة واحدة كده قلت له آه أنا دخل التحكيم عشان روح كاس العالم فالحاج عزة العشماة والله يرحمه قال لي طالما أنت تكلمي عشان تروح كاس العالم يبقى هتروح كاس العالم گاه elas الكلام ده قبل ما تروح كاس العالم بكم سنة كاس العالم ايه قبل ما خش التحكيم قبل ما تخش التحكيم خالص قبل ما إبقى حكم وهم بيسألوني أنت دخل التحكيم ليه أصلا يعني أنا رح أقدم أنا رح قلت لوقتي عاودة Nintendoч integrity حنجل بالتحكيم حسب طموها آا وتعبك وكمان رب الله سبحانه وتعالى ليه دور على هذه الموهبة آل است sobre vase الموهبة انت موهوب انت عندك عندك حب الحاجة اللي انت عايز تعملها مليون في المية هتعمل المستحيل كابت المصافة بالمناسبة هدي كابت الحسين فهم الله حكم الجميلة من الناس اللي ماخدتش حقها كابت المصافة يعني هو كان رايح كاس العالم سنة 82 كان هو الحكم رقم واحد في افريقيا على الاطلاق يعني انا كنت متابع اخبار كابت الحسين كان مثلا هو معطأ محكام بيلعبوا مباراة مثلا في اثيوبيا اللي اتنين المساعدين يروحوا وهو يطلع على المغرب ويروحوله اتنين مساعدين تاني للمغرب عشان يحكم في المغرب لا هو كان حكم بسم الله ما شاء الله رحمه ويحسي ليه كان شخصية جميلة وبص بقى انا بوريك عشان بوريك ليه الواحد ما يزعلش ده اكتر واحد اتظلم في التحكيم ده ما رايحش كاس العالم بعد ما كان رايح كاس العالم سنة 82 اتشال اسمه اتشال اسمه اتشال اه اتشال اسمه وتحط المكان واحد تاني من شمال افريقيا بالعلاقات برضو ما فيش فايدة في الوسطة في الحاجات دي كلها ده من 82 الكلام ده 82 طيب هل لعب الكورة اللعب الكورة بيسهل ان الانسان او الشخص نفسه سهل ان يخش التحكيم اه هو في حاجة كويسة عندنا هنا في مصر ان اللواية عندنا بتقول انه محدش يدخل التحكيم الا اذا كان لعب كورة موسمين على الاقل في اي مراحل سنية اه في اي مراحل لازم يقول لعب كورة موهوب ولا مجرد ان هو حافظ قوانين وخلاص ولا انت شايف ايه الصفات اللي تبقى موجودة في الشخص او في الانسان اللي عاوز يخش عالم التحكيم سؤال هاي لك ربك المصطفى احياء ومحدش بفكر فيه كتير لكن اولا الموهبة محدش قدر يوصل لها بنفسه دي هبة من ربنا سبحانه وتعالى هل الموهبة كمان بتيجي مع التكرار بتتطور لكن هي لو مش موجودة من البداية بيبقى محتاج هو مجهود اكبر هل ممكن يبقى فيه حكم مصنوة اه فيه كتير اه فيه كتير الموهبة مش موجودة ولكن هو بيكتهد في انه يخلي لقته البداية عالية يكتهد في انه يحفظ كويس يكتهد انه يتفرق كتير يكتهد انه هو يسمع كتير ودي حاجة مهمة جدا ونصيحة بقولها لكل حكم الحكم اللي ما بيسمعش واللي بيرد قبل ما السؤال يكمل ده عمره ما هيتعلي هيتعبك عمره ما هيتعلي عمره ما هيتعلي